ده كلام يا جماعة على طبيعة هذه العلاقة التاريخية للأهل مع جمهوره الأهل الطول عمره لما كانت المدرجات بتبقى مليانة ويا رب بترجع لأنه فعلا أكتر الفرع المدارة من غياب الجماهير الحقيقية في المدرجات هو النادي الأهل غيره من المنافسة الأهل والأنديها الشعبية الأهل بيدفع تمن الزبالك بيدفع تمن الإسماعيل للاتحاد المصري الفرق اللي لها جمهور بيقف جنبها في مثل هذه الظروف أنديت الشركات والهيئات والأنديها الجديدة مش فرق معها لكن صناعة كرة القدم في مصر تحتاج هذه العودة وأعتقد ربطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب عندهم هذا الحرص وكل ما بتنجح فرصة الحضور الجماهير في المدرجات بيساعد على العودة حتى أنه اتخذ قرار أنه مباراة الأهل والزمالة حتكون بحضور جماهير كامل نتمنى ده يحصل بإذن الله لكن فكرة أننا كجمهور في المنصات بقى مش في المدرجات لازم أن يستلهم طبيعة جمهور المدرجات مع الأهل كانت تبقى عاملة إزاي هو ده كان الجمهور الحقيقي اللي موجود واللي شايل العالم بتاع الأهل الجمهور الافتراضي اللي عبر المنصات المختلفة حذرنا كتير جداً أنه مؤكد فيه اندساس ومؤكد فيه ناس كتايب كتيراً من أطراف منافسة معادية رفضة للأهل أنه هو يقف على حيله وتسعى بكل قوة وخبص للإقاعمة بين الأهل ولعبته لهذه الثقة بين لعبت النادي الآلي ثم الفتنة بين اللعبتها وبين بعضها لا يمكن مثل هذه التصرفات تكون أهلوية لا يمكن لأنه جمهور الأهل الحقيقي كان وقت ما الأهل ييجي فيه جون تلاقي التون عيلي جداً في المدرجات التشجيع بدأ يزيد هو ده الجمهور بيحس أنه هو ده أنا عايزك في ظاهري وقت الهزة مش وقت الفرحة ما وقت الفرحة أنا بهلل كله فرحان لي لكن إزاي تقدر توقفني وإزاي تقدر تساندني في اللحظة اللي أنا تعصرت فيها وإزاي تقدر تقومني تاني هو ده جمهور الأهلي اللي الأهلي يتمناه واللي الأهلي يحتاجه في الظروف دي لحد بيتقاعس عن الحساب هو تكونوا فاكرين أنه إدارة النادي ولا المسؤولين عن إدارة الكرة في النادي ما هماش حاسين باللي الجمهور حاسس به لا يمكن يكونوا مباراة زي دي فيها أخطاء ما بتعديش لعلى الإدارة ولا على الجهاز ولا على اللجنة ولا على غيره لكن كل الأمور بتبحث من قبل مختصين إنما مش هنهد الفرقة مع كل مباراة وكل لعب بمجرد ما جابوا الجون طلع نبيل برج خسر وضيع فرصة أو ارتكب خطأ يترمي من فوق البرج ويتقال إنه ده مش لعيب ودول مش مستوى ودول مش الأهلي ودول ما ينفعوش ومشوا دول وتلاقي بصوا التشكيك حتى في قدرة الناس إنها تستمر في الأهلي دول ما ينفعوش لعيبة وتبصوا تلاقيوا فيه تجاوزات اللعيبة بتقرأ الكلام ده يا جماعة اللعيبة بتتابع كل ده كانت بتسمع الجمهور من المدرجات بيفوقها دلوقتي بتتابع كل السوشيو الميديا اللي بتكسرها هل ده المصلحة لأهلي عايزين جمهور محفز مش مثبت إذا تحاول الجمهور إلى إنه يصدر الإحباط خطورة داهمة ويبقى السؤال هنا أين الخل الوافي الخل الوافي إنك معايا وإحنا بنزبط نسيب إصحاب الشأن المسؤولين عن التصبيب وخليك أنت في التحفيز لأن ده دورك أهم بقى من أي دور إداري آخر هو قريبة تفهم عاك هنا أنت وإنت بيتحفز آه أنت صاحب الدور الأكبر ولذلك أنا عايز أقول مراحظة أستاذ فريم لأن أنا خايف مش خايف يعني برضو مش مش موافق قوي على فكرة أن أنت تقول عودة بالجماهير وبعدين تحطيلي أعداد متكافأة لا كل واحد لازم يستبتع بحجمه حجم الجماهير وحجمه التصويقي أمال أنا مزي تروح فين ما أنا ما تيجي تقول لأنا وأنت تقول لأحد خمس سلاف لا تعبر عن شعبيت كل واحد فينا فأنا برضو ما استفدتش أنت حجم تاني خدتني في سكة الجماهير الأقل أو الجماهيرية الأقل فين بقى التكافر الفرص تكافر الفرص يعني كل واحد ولذلك هو لما تقال ألعب على أرض مرة وألعب بره أرض مرة كانت تعملت ليه مش فكرة الأرض وفكرة الجمهور الأرض هو الجمهور المناخ العام والملعب طبعا تعودك عليه لذلك لما يجي يقول لي أنت خايف تلعب مساف الإسماعيل ليه كنت أنا لو لعبت في القاهرة ألعب قدام 80 ألف لو الأمور طبيعية أخاف ليه بالعكس أنا مأذي أكتر منك أن أنا ألعبش في القاهرة أنا بلعب في أرض محايدة وبدون جمهير أو بجمهور محدود يعني عنصر الجمهور محدش مستفيد مش محدش الأهلي يفتقدوا تماما ومش مستفيد منه ثم زمالك طبعا وفي الأندية الشعبية مؤكد يعني في إتحاد هيلائي جمهوره في إسكندرية حقيقة الاتحاد الإسماعيلي في الإسماعيلية المصر في المصر المحلة في المحلة طبعا هذه الحاجات اللي تديني الميزة الاستثنائية الزكاة يعني ولكنها مش ضامنة يعني مش معنى كده أنا كل واحد يلعب مرعب و لازم يكسب لكن قوة مضافة بتديني حاجة مضافة أنت بتنتزعها مني بس نمرع النقطة الثالثة أستاذ إبراهيم ليه علاقة بالجماهير و القيمة التسوقية برضو النغمة اللي طلع تقولك عايزين يتساوى الدخل يتساوى يعني إيه الآن ياخد كذا وإحنا ناخد كذا يعني إيه تتساوى أصلها مش مش بطاق التمويل يعني لا بالعكس ما تشك من العائلة أنت بتستفيد بتاخد مبالغ أكتر من اللي بتاخدها معايا حد تاني لكن يا ظل الأهل أكتر منك الطبيعي لأن هو الممول اللي بيدخ من خلال جماهيره العظيمة المخلصة الحريصة على أنها تتواجد هو اللي بيدخ المبالغ يعني مجمل مبالغ اللي بتتصرف فمسألتنا تساوى كمان لا ده احنا هدخين فكرة الخمس فددين ومش عارف ايه الكلام ده اللي هي حتى من المنظور الاخصادي كان الأولى أن أنا أصلح أرض ووسع الدنيا ودي عشرين فد وزع على حساب الأغنية بقى مش بقول لك أنا ضد الإصلاح بالعكس أنا معاه بس لما تأخذ تقططع منه وتديهن أنا ما زودت الشرق على زراعي لكن أنا بختصم ده من ده وده أكفأ في الزراع وده يعني هو ده هو ده المبدأ المبدأ أنك أساعدك أنك تبني ودي لك يا سيدي عشرين وخمسة وعشرين وخمسين فدان كمان